من أشد المناسك في الحج التي يقع فيها الزحام ويقع فيها الضرع الحجاج هي رمي الجمرات ولذلك عبر التاريخ اهتم الأمراء والولاة في مكة المكرمة بعمارة الجمرات وكان منهم إسحاق الصائغ سنة 240 الهجرة وهو يعتبر من أوائل من اهتم بعمارة الجمرات وذلك تسهيلا للحجاج وتنظيما لهم حتى لا يقع بينهم الزحام الذي ربما يؤدي إلى الموت ووطء بعضهم لدى الجمرات ومن ذلك الوقت إلى يومنا هذا والعنام مستمرة بهذا المنسك من مناسك الحج وذلك أن الحجاج يقضون أكثر أيام الحج في منا ويقضون أكثر أعمال التشريق في رمي الجمرات فكان لزاما على من تولى إمارة مكة أو ولايتها أن يولي عناية خاصة وهامة في هذه المنسك وهو منسك رمي الجمرات لأن الحجاج يقضون يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في منا يرمون هذه الجمرات ونظرا لضيق المكان التي تقع في هذه الجمرات كان يقع بينهم من الزحام والتضاغط مما يؤدي إلى وفاة بعض الحجاج وهذا ما يحصل فيه أعوام كثيرة عبر التاريخ في الحج إلا أنه في السنوات الأخيرة ومع التنظيم الكبير الذي شاهدته الجمرات من بناء الجسور وتنظيم دخول الناس والخروج منها تم حل هذه المشكلة ولله الحمد وأصبح الحجاج الذين يؤدون منسك رمي الجمرات يؤدونها بكل يسر وسهولة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الحجاج على أداء جميع مناسك الحج بكل يسر وسهولة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الحجاج أبيته الحرام من كل سوء ومن كل مكروه اشتركوا في القناة